بذوره نوه المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني إلى أن الحيطة والوقاية والأمل تعد أهم أسس مكافحة فيروس كورونا داعيا إلى عدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال عيد الفطر المبارك نحن الآن أمام تحدي فيروس الكورونا المستجد على ما يقارب الأربعة أشهر وأتوقع الدرس المستفاد منه أن الحيطة والوقاية والأمل بيكون هو ثالوث لا يجب أن نتخلى عنه ويجب من وجهة نظري كذلك بيكون هو العلاج في المرحلة القادمة لسكان الأرض لأن قالبا لن يتوقف وجود حالات جديدة سريعا كما أنه لن يستمر هذا إن شاء الله إلى الأبد في مملكة البحرين فريقكم الوطني للتصدي الفيروس الكورونا يعمل بكل قواه وبكل جهد على إنهاء هذا التحدي الفيروسي ولكن إرادة الله فوق الجميع لكن نؤكد على ضرورة الاتزام بجميع الإجراءات والنصايح والإرشادات المقدمة من فريقكم الوطني وخصوصا مع قرب وداع رمضان المبارك وحلول علينا إن شاء الله عيد الفطر السعيد وهو الوقت المناسب كما تفضل فيه سعادة الدكتور ويد المانع بالتأكيد على قيمة التضامن بالتباع تعليمات الفريق الوطني وهو الحفاظ على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات خارج المنزل ومنع التجمعات والتزاور حفاظا طبعا على سلامتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر